يبدو أن قطاع الإعلام سيعرف متغيرات جديدة بعد مسادقة مجلس الوزراء أمس على عدة محاورات تخص حقيبة عمار بالحمر من شأنها أن تحسن ممارسة العمل الصحفي في الميدان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أكد على ضرورة تطهير قطاع الإعلام وتفعيل القوانين الملزمة بتسهيل وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة الوصول للخبر هناك نصوص تتعلق بالوصول للخبر الرسمي من وقص شادري الله يرحمه لدينا نص يفرض على الإدارة فتح مصادر الخبر الصحفيين بتاع 86 إذن ساعات ما يبقى لك إلا تفعيل قوانين موجودة ما كلها تكتبهم كائن قوانين مشكلة هو إلزامية القوانين في بلدنا تسريع الرقمنا وفتح ورشات كبيرة في قطاع الإعلام بهدف تعزيز الإطار المرجعي وخلق بيئة شفافة تسمح بالتنافسية النزيهة والتعددية في قطاع الإعلام بجميع فروعه أمر شدد عليه وزير الاتصال بغية النهوذ بقطاع الإعلام يجب أن نحافظ على التعددية والتنافسية بمحاربة احتكارات الأسماء المستعارة وبحرفية الأدى هذا تعزيز الإطار المرجعي الورشة الثانية هي مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وملء الفراغ القانوني الذي يعاني منه الصحافة الإلكترونية الإشهار القنوات الخاصة سنرح التشريعات جديدة ضبط الصحافة المكتوبة الوكالات الاستشارية مشروع إنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر إضافة إلى قناتين اثنتين أخرين إحداهما للشباب والثانية قناة برلمانية وإنشاء معهد لسبر الآراء من ضمن المشاريع المستقبلية التي تبنتها وزارة الاتصال من شأنها أن تعطي الإضافة لتحسين صورة القطاع والبلاد